أهلا وسهلا بكم لثاني دارس من دورة جمالية لينيكس في هذا الدارس سنعراك في تلانتقال من المظهر الافتراضي لتوزيعة Ubuntu والمظهر الذي نرى الآن المظهر يمكن أن يكون أجمل مثلا كالمظهر الذي قدمت في الفيديو التقديمي لهذه الدورة لكن المراحل التي سنمر فيها أو منها للوصول لهذا المظهر يمكن اتباعها للوصول لأي مظهر آخر يمكن أن تفضل لنا نحن سنمر بثلاث مراحل أساسية هي مرحلة أولا التحميل من أين نحمل المكونات الأساسية للمظهر هنا أعني السيمة والأيقونات من أين نحملها ثم نعود نمر لمرحلة ثانية هي مرحلة نسخ تلك الملفات التي نقوم بتحميلها لملفات المناسبة لها في النظام وفي الأخير آخر مرحلة هي مرحلة اختيار تلك المكونات لتكون هي السيمة والأيقونات المعتملة من طرف النظام إذن نبدأ في المرحلة الأولى من أين نحمل الأيقونات والسيمة في الموضوع الكتابي الذي يرافق هذا الفيديو ستجدونه أسفل الفيديو في المجمع وسأضع له رابط في وصف الفيديو على اليوتيوب لمن يشاهد الفيديو هنا على اليوتيوب إذن ستجدون في الفقرة الأولى رابطين لموقعين يقدم سيمات من سيمات لينيكس وموما وهنا سوضعت رابط مباشر لسمات الخاصة بGTK وهي نقول الأداة المستعملة من طرف أغلب توزيات لينيكس المنتمدة لجنوم للسيمات إذن هناك موقع عن Gloom Look رابط مباشر للموقع أو لصفحة السيمات الخاصة مثلا بوبونتو وأغلب توزيات المنتمدة عليه والمنتمدة على Gloom مثلا تجد هنا السيمات يكفي الضغط على أحدها مثلا هنا ستجد صور يمكنك الضغط عليها لتكبيرها ستجد في الأسفل وصف أرشيف للتغييرات وهنا تجد رابط للتحميل منه يمكنك تحميل السيمة أنا سأقوم بتطبيق على الموقع التالي موقع Deviant Arts أيضا وضعت رابط مباشر لصفحة السيمات الخاصة بGTK3 هي المعتمدة الآن من توزيات وبونتو وأغلب توزيات لونيكس الحديثة إذن هنا نجد السيمات هنا تيقن بأن لديك popular all time لتظهر لك السيمات الشابية لجميع الأزمين وليس السيمات المضافة في وقت قليل يعني من أسبوع أسبوعين أو ما هذا إذن مثلا أنا سأأخذ للتطبيق سأأخذ هذه السيمة وضعت عليها فتفتح لي صفحة السيمة يمكن أن اضغطها على الصورة لتكبيرها لرؤية كيفية أو كيف يظهر تظهر السيمة على جهاز الكمبيوتر أقوم بالتصغير كي لا وضيع الوقت أكثر مغسف هنا وبعد الإضافات مشروع بنسبة للسيمة والأهم هنا هنا رابط التحميل دولا فايل تضغط عليه ويمكنك تحميل السيمة بعد التحميل ستجد ملف في المجالات الخاص بالتحميلات الخاص بك تجد السيمة على هذا الشكل مضغوطة تقوم بالضغط يمين عليها واستخرج استخرج هنا فتظهر لك هذا الملف تقوم بنسخ هذا الملف السيمة سيكون فيها الملفات على الشكل التالي يمكن أن تكون أكثر نعمة لكن تاقع أنك حين تقوم بفك الضغط عن الملف الأصل الذي قمت بتحميله لا تجد ملف آخر مضغوط لو كان مضغوط قم مرة أخر بفك الضغط عنه لأن بعد السيمة تكون فيها نكهات فيها نكهة مثلا سيمة باللون السود سيمة باللون الرماضي لكن السيمة النهائية يجب أن تكون على هذا الشكل إذن أقوم بنسخ هذا الملف ctrl c أو الضغط يمين نسخ ثم أعود لمجلد المنزل هنا أظهر الملفات المخفية عن طريقة الضغط على ctrl h أو الانتقال لعرض وأظهر الملفات المخفية وهنا أبحث عن الملف بإسم . Abigail chuong. هو هذا الملف وأقوم بنسخ الملف الذي كنت لو بلسقه هنا في يكون على هذا الشكل counterparts في ممكفية ام إنتهاء مرحلة التنسية بالنسبة لسيمة القدومي بنسخ السيمة للمجلد المناسب احرض في حال لم يكن مجلد point times موجود في مجلد المنزل فأقوم بإنشاءه في مجلد المنزل ضغط يمين وأنشئ مجلداً جديداً وأعطيه اسم point times dot times نقطة times وأقوم بنسخ الملفات الخاصة بالسمة التي تقوم بتحميلها إليه بالنسبة لي لأيقونات نفس الشيء في الفقرة الثانية أيقونات مثلاً أدخل مباشرة لموقع صفحة الخاصة بالأيقونات نفس الشيء نتبع نفس الطريقة مثلاً وللتحميل هذه الأيقونات أجد هنا صورة وهنا رابط للتحميل أقوم بالضغط عليه والتحميل أو هنا أشير وأضيف وأؤكد أنه لو كانت هناك مخازن خاصة مثلاً على هذا الشكل مخازن يمكن من خلالها تعامل مع الأيقونات على شكل برامج فذلك أفضل مثلاً هنا بدل تحميل الملف تقوم بإدخال هذه الأغمار في الترفية فهي يتم إضافة مخزن لها تحديث النظام وفي الأخير تثبيث التفزيح للأيقونات ميزة هذه الطريقة هو أنك تحصل على التحديثات بطريقة مباشرة في حلقة ما مصمم هذه التوزيعات بإضافة تحديثات لها لكن بصفة عاملة نتعامل مع تحميل نقوم بتحميل ملف فنعود لي ملف التحميلات تكون على هذا الشكل أيضاً مضغوطة ضغط يمين استخرج هنا فتظهر لك هنا بالضبط هذه هي الملفات ملفات الأيقونات بها نكهات حديدة يعني أقوم بنسخ نسخها جميعها وأعود لمجلة المنزل هنا أقوم بالبات على الملف باسم ضغط آيكونز هو هذا الملف وأقوم بنسخ الأيقونات تلك المجلدات فيها شيء آخر مهم بالنسبة للملفات التي ننسخ بها التي ننسخ بها ملفات الآيقونات والسمات لحنا الآن أننا قمنا بالنسخ في مجلد المنزل هذا يعني أني لو كنت أستخدم جهازي مثلاً أنا هنا مستخدم ولو كان هناك مستخدم آخر فلن يتمكن من استخدام هذه الآيقونات والسمات إذن لو أردت أن تجعل هذه السمات متوفرة للجميع عليك الضغط على فتح نتوليس بالأمر gk-sudo-nutulus تكتبه هنا gk-sudo-nutulus لفتح نتوليس بسلاحية المدير هنا تتخل كلمة أسر وبدل أن تقوم بنسخ الملفات في غيرة .tems و .icons تنتقل لنظام الملفات user .share وهنا ستجد ملف باسم .tems بالفعل .tems قم بنسخ ملفات السمات فيه و ملف باسم .icons .icons قم بنسخ ملفات السمات فيه إذن هنا نكون انتهينا وقم بناء بغلق نتوليس كي لا تبقى قيد استعماله بسلاحية المدير إذن الآن انتهينا من مرحلة ثانية هي مرحلة نسخ الملفات لملفات المناسبة لها في النظام المرحلة الثالثة هي أننا نريد الآن اختيار تلك الأيقونات والسمات التي يقوم بتحميلها كسمات معتمدة من النظام إذن سنحتاج لبرنامج أو هناك برامج عديدة لكن أنا سأستعمل هنا برنامج يسمى Gnome يمكن تثبيته من مركز برامجة Ubuntu بالبحث عن Advanced Settings إعدادات متقدمة إذا نقوم بالبحث عن قم بتثبيته سيكون على هذا الشكل Advanced Settings بعد التثبيت قم بفتحه من الترافية Advanced Settings سيكون بإعدادات متقدمة هذا هو البرنامج ننتقل مباشرة لفئة السيمة نختار أولا سيمة GTK Plus يمكن أن نختار ترتيب الذي نريد لكن هناك ثلاث أشياء مهمة سنقوم بالتغيير سيمة GTK Plus هي السيمة التي قمنا برؤية بعض السيمة في الموقع وقمنا بتحميل السيمة نيكس من موقع مثلا إذن أقوم بذد على قائمة وأختار نيكس الذي قمت ب تحميله هذه السيمة التي قمت بتحميلها وسيمة النوافذ لاحظ أن هذه الجزء الأعلى الذي فيها علامة الغلق والتصغير لم يتغير أيضا أقوم باختيار نفس أو يمكن أن أختار سيمة أخرى يمكن أن أقوم بمزج بين السيمتين طيب الآن غيرت سيمة النظام لاحظ أن هناك الشكل تغير لكن الأيقونات لم أغيرها بعد الآن سأغير الأيقونات بسمة الأيقونات وأختار السيمة التي قمت لاحظ أن النكهات لسمة نيتروكس التي قمت بنسخها قبل قليل كلها متواجدة هنا مثلا أنا أختار هذه النكاة هنا وهذه الحزمة من الأيقونات فتتغير على هذا الشكل الآن أصبح لي السيمة التي رأينا في تقديم هذه الدورة ما بقي هو أني الآن أريد تغيير الخلفية الضغط يمي على سطح المكتب وغير خلفية سطح المكتب وأختار خلفية مناسبة يمكن أن تختار ما يناسب السيمة التي قمت باختيارها سأنتقدي مجلد الصور لديه صور فيه أختارها كخلفية أوبلا أوبلا وهكذا أنتعيت يمكن كما قلت المزج بين السيمات العديدة أختار سيمة واحد مثلا يمكن أن أمزج بين سيمة جي تي كي بلوس نيكس و سيمة أنوافذ أختار مثلا آيس كريم جي تي كي لاحظ هنا نوعا ما هناك بعض التغيير تظهر هنا هذه العلامة للتصغير والتكبير والغلب إذن هكذا نكون إذن انتهينا من درس تغيير السيمات أو المظهر لأننا تتكلمنا عن السيمات والأيقونات في توزيعات لينكس ثلاث مراحل تحميل نصغ وتغيير كلها مررنا بها في هذا الدرس يمكن كما قلت التطبيق أو اعتماد نفس التطبيق للوصول لأي سيمة تريد لأن نلتقي في درس مقبل إن شاء الله مع كيفية استعمال أوبونتو والتفزيعات لينكس عموما بطريقة أو فعالية أكثر إلى اللقاء